السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم جميعا في شركة تطوير للخدمات التعليمية ونتمنى لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والصداد موضوع الدرس لهذا اليوم هو إيجاد النسبة المئوية ذهنيا الجزء الأول لمادة الرياضيات للصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي الأول بإذن الله في درسنا لهذا اليوم سوف نتعرف على النسبة المئوية والكسور المكافئة لها وأيضا كيف نستعمل الكسور الاعتيادية في الحساب الذهني بداية مع النسبة المئوية والكسور المكافئة لها عندما تقوم بحساب نسبة مئوية شائعة مثل 25% أو 75% فإنه من السهل عليك استعمال الكسر الاعتيادي المكافئ لها ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا يعني أن لكل نسبة مئوية كسر اعتياد مكافئ لهذه النسبة فعند النسبة المئوية المذكورة مثلا 25% وأيضا 75% لها كسور اعتيادية مكافئة لها طيب ما هو الكسر المكافئ ل 25%؟ هذا الرمز يعني أن المقام ثابت دائما وهو 100 والعدد 25 يكون في البسط إذن الكسر المكافئ ل 25% هو 25 على 100 ولكن بعد التبسيط ماذا يصبح؟ إذا قسمنا البسط على 25 يكون الناتج واحد والمقام على 25 يكون الناتج أربعة إذن 25% ما هو الكسر المكافئ لها؟ هو واحد على أربعة طيب 75% كما ذكرنا في 25% المقام ثابت وهو 100 والبسط يكون كم؟ العدد اللي هو 75 إذن الكسر المكافئ ل 75% هو 75 على 100 ولكن بعد التبسيط إذا قسمنا البسط والمقام على 25 يصبح الناتج ثلاثة و 100 على 25 كم فيها؟ أربعة إذن ما هو الكسر المكافئ ل 75%؟ هو ثلاثة على أربعة وينطبق هذا على جميع النسبة المئوية 25% 75% أو 50% وإلى آخره إذن كل نسبة مئوية لها كسر اعتيادي مكافئ لها ويبين خط الأعداد أدنى بعض النسب المئوية والكسور الاعتيادية المكافئة مثلا إذا بدأنا من الصفر في المئة إلى المئة في المئة الصفر في المئة صفر النسبة صفر 12.5% واحد على ثمانية 25% واحد على أربعة 37.5% ثلاثة على ثمانية 50% المعروفة نص 62.5% خمسة على ثمانية وهكذا إلى أن نصل إلى 100% ويساوي واحد طيب ياستاذ ليش واحد في مئة في المئة؟ لأنه قلنا الإشارة هذه تعني أن المقام يكون مئة طيب مئة قسمة مئة كم واحد وهي النسبة الكاملة هناك بعض النسبة المئوية المشهورة ونريد أن نتعرف عليها بما أن النسب تستعمل بشكل متكرر لأكثر من غيرها فمن المفيد أن تعرف المتكافئات المبينة أدنى عندنا الآن مجموعة من النسبة المئوية والكسورة الاعتيادية المكافئة لها تمام؟ ونلاحظ أنها موجودة بشكل منظم بحيث يسهل الحفظ عليه ومع تكرار المسائل وتكرار التدريب في المنزل على المسائل وعلى التدريبات نستطيع أن نحفظ الكسر المكافئة لكل نسبة مئوية مشهورة فمثلا عندنا هذه النسب في الصفة الأول أو في العمود الأول نسب مئوية مشهورة 25% تكافئ ربع 50% اللي هي نصف الكمية 75% اللي هي 3 على 4 و100% اللي هي النسبة الكاملة وتساوي 1 أيضا 20% كم؟ 5 طيب دبل العشرين 40 يعني كم؟ 5 ثم 60 ثلاث أخماس ثم 80% أربعة أخماس وإذن يسهل حفظ هذه النسب طيب 1 على 6 تكافئ كم في المئة؟ 16 و2 على 3 33 ثلاث في المئة هذا نسبة مشهورة جدا ويكافئ ثلاث 66 وثلاثين في المئة كم تكافئ ثلاثين 83 ثلاث كم تكافئ؟ 5 على 6 وهكذا عندنا أيضا هنا هذا العمود الأخير 10% واحد على عشرة 30 في المئة ثلاثة على عشرة 70 في المئة سبعة على عشرة وتسعين في المئة تساعة على عشرة طيب الآن نريد أن نستعمل الكسورة الاعتيادية في الحساب الذهني طبعا اليوم درسنا هو سوف بالتأكيد نحل المسائل ولكن نحاول قدر المستطاع مع التدريب أن نحل هذه المسائل الذهنيين لسهولة الحساب مثال الأول احسب 50% من 120 الآن نحن نعرف أن كل نسبة مئوية يكافئها كسر اعتيادي صحيح؟ طيب إذا كان يبغان الكتاب أن نحسب 50% من 120 فكيف تكون الطريقة؟ الطريقة بسيطة جدا وهي أننا نوجد الكسر الاعتياد المكافئ إلى 50% ونضربه في 120 يطلع معنا الناتج هذه هي بكل بساطة ولكن اليوم نحاول أن نتدرب كثير ونتدرب أيضا بعد الدرس على بعض المسائل الموجودة في كتاب التمارين وبالتالي بعد فترة نستطيع أن نحسب هذه النسبة مئوية ذهنيا وهو شيء مهم خصوصا في حياتنا بشكل عام بما يخص التسوق والتخفيضات وإلى آخره طيب الآن السؤال نرجع إلى سؤالنا أحسب 50% من 120 ذهنيا ظلنا أن 50% من 120 تساوي في البداية نبحث عن الكسر المكافئ إلى 50% فنستعمل الكسر الاعتياد المكافئ إلى 50% ها 50% ما هو الكسر الاعتياد المكافئ لها هو لو نذكر معروفة نسبة معروفة جدا وهو النص طيب الآن وش نسوي إذن 50% نكتبها على صورة الكسر الاعتياد لها تصبح نص ضرب 120 الآن لما أضرب في 120 فكأني لما أضرب 1 على 2 في 120 كأني أقسم على 2 ومن المعروف سابقا أنه أي عدد نضربه في نص يعطينا الناتج يكون نصف العدد إذن 120 في نص ما هو نصف المية وعشرين يساوي 60 يساوي 60 إذن ماذا نفعل؟ بكل سهولة نحول النسبة المئوية إلى كسر الاعتياد ونضرب فيه الرقم ويعطينا الناتج ومما أن الأرقام الآن هنا بسيطة والنسبة المئوية مشهورة فبالتالي مع التدريب نستطيع أن نوجد هذه النسب ذهنيا خلينا نشوف مثال آخر احسب 20% من 45 ذهنيا طيب عندي 20% من 45 نحاول أن نتذكر ما هو الكسر المكافئ أو الكسر الاعتياد المكافئ إلى 20% ها تذكرت يا شباب نتذكر سوية الآن عندي هذا الجدول نبحث عن 20% ماذا يكافئها؟ 1 على 5 إذن 20% تصبح 1 على 5 ضرب 45 عند ضرب 1 على 5 ضرب 45 فكأني أقسم 45 على 5 ها كم 45 قسمة 5؟ معروف جدا وهو كم يساوي 9 يساوي 9 إذن 20% من 45 يساوي 9 كيف حسبنا؟ حولنا الكسر النسبة المئوية حولناها إلى كسر وضربناها فيه 45 خلينا نشوف هذا المثال الثالث أيضا هذه نسبة مشهورة جدا أحسب 33% من 93 ذهنيا طيب 33% من 93 يساوي أول شيء 33% ما هو الكسر الاعتياد المكافئ لها؟ نتذكر سوية في الجدول 33 ثلث ماذا؟ ها؟ إذا كانت الإجابة 1 على 3 فإجابتك صحيحة الكسر المكافئ ل33 وثلث في المئة هو 1 على 3 طيب كيف تكون طريقة الحل الآن؟ نحول 33 وثلث في المئة إلى ثلث ونضربها فيه 93 طيب ممكن حل هذه المسألة بأكثر من طريقة الثلث هو أن نجزئ اللي هو جزء واحد من ثلاث أجزاء 93 سهل تجزئها إلى ثلاث أجزاء صحيح 90 إذا جزئناه إلى ثلاث أجزاء الجزء يكون 30 والثلاثة جزئها إلى ثلاث أجزاء يكون واحد فبالتالي كم يصبح الناتج؟ يصبح 93 على ثلاثة ويساوي كم؟ واحد وثلاثين واحد وثلاثين إذن نلاحظ هنا التعامل مع النسب المئوية المشهورة نوعا ما يسهل إذا حولناها إلى كسور اعتيادية تمام؟ إذا كسور اعتيادية يعني زي هذا المثال ضربنا واحد على ثلاثة ضرب ثلاثة على تسعين أو كأننا نقسم ثلاثة وتسعين على ثلاثة فبالتالي يصبح الناتج كم؟ واحد وثلاثين طيب خلنا نشوف التدريب الآن هذا احسب خمسة وعشرين في المئة من اثنين وثلاثين ذهنيا الخمسة وعشرين في المئة نسبة مشهورة جدا ما هو الكسر لإعتياد المكافئ لها؟ نتذكر سوية كم يكون؟ خمسة وعشرين في المئة هو الربع أحسنتم إذا نحول خمسة وعشرين في المئة سي الربع ضرب اثنين وثلاثين طيب لما نضرب واحد على أربعة في اثنين وثلاثين كأني أقسم الاثنين وثلاثين على أربعة وهذا شيء بسيط جدا اثنين وثلاثين قسمة أربعة كم يساوي؟ ويساوي الناتج ثمانية لأنه ثمانية في أربعة وثلاثين إذن نلاحظ عندما نحول النسبة المئوية إلى كسر اعتيادي يسهل علينا إيجاد النواتج طيب خلينا ناخذ تدريب آخر أحسب 12.5% من 160 ذهنيين إذن قلنا إذا كان عندي مسألة أني أحسب النسبة المئوية من عدد معين لابد أن نحول في البداية النسبة المئوية إلى كسر اعتيادي ومن ثم نضربها في العدد طيب 12.5% من 160 كم تساوي؟ 12.5% إذا أردنا أن نحولها كيف نحولها؟ نتذكر الجدول 12.5% نسبة مشهورة ولكن أقل شهرة من الـ 50% والـ 25% والـ 75% طيب خلنا نشوف الجدول 12.5% فين نلقاها في أي عامود 12.5% وين تكون؟ ها هذه هي 12.5% كم تكافئ؟ ثم واحد على ثمانية إذن عند الحل الآن 12.5% نحولها تصبح واحد على ثمانية ضربة 160 وذكرنا سابقا لما نضرب واحد على ثمانية في مية وستين كأننا نقسم المية وستين على ثمانية صحيح؟ كأننا نقسم المية وستين على ثمانية tell you ! 160 على ثمانيةGo 분مية وستين Song نفكر شوي نقدر نبسطها بشكل أبسط لو أنه نتوقع أنه ما في صفر 16 على 8 كم يساوي ما هو العدد الأضربه فيه 8 يعطينا 16 2 أحسنتم طيب فيه صفر إذن الاثنين نخليها كم نخليها 20 إذن ثمن 160 كم يا شباب 20 والثمن كم يكافؤ من النسبة المئوية 12.5% 12.5% طيب عندنا الآن هذا التدريب أحسب 80% من 45 ذهنيا قلنا أول خطوة نحول 80% هذه إلى كسر اعتيادي طيب هاي شباب نتذكر الجدول السوية ما هو الكسر الاعتيادي المكافئ لـ 80% خلنا نشوف 80% من 45 يساوي هذا الجدول فلنحصل 80% في أي عامود ها العشرين في المئة قلنا خمس 40% خمسين 60% ثلاثة خماس 80% نسبة مشهورة جدا وتكافي 4 أخماس طيب إذن 80% هي 4 أخماس نحولها تصبح 4 على 5 فيه 45 هل ينفع الآن أقول أني لما أضرب 4 على 5 ضرب 45 كأني أقسم 45 على 5 لا ليه لأن البسط هنا 4 لكن بإمكاني أستعمل عملية التبسيط صح؟ الخمسة إذا قسمتها على الخمسة كم فيها واحد وخمسة وربعين إذا قسمتها على خمسة كم فيها تسعة طيب الآن خلينا نفرض أننا بسطنا يعني إذا قلنا الخمسة قسمت خمسة كم فيها واحد وخمسة وربعين أيضا قسمت خمسة كم فيها تسعة الآن كيف وجد الناتج نضرب الأربعة في التسعة والمقام ما يكون فيه شيء لأنه واحد في واحد يساوي واحد إذن أربعة في تسعة كم يساوي يساوي ستة وثلاثين وهذا هو الناتج إذن ثمانين في المائة من خمسة وربعين تساوي كم ستة وثلاثين مع التدريب مرة تلو الأخرى نلاقي نفسنا أتقن هذه العملية وخصوصا الكسورة الاعتيادية المكافئة للنسبة المئوية المشهورة طيب إذن في درسنا لهذا اليوم تعلمنا كيف نوجد النسبة المئوية من عدد ما وللحساب نسبة مئوية من عدد ما نتبع الخطوات الآتية الخطوة الأولى أوجد الكسر الاعتيادي المكافئ للنسبة المئوية وكما ذكرنا في بداية الدرس كل نسبة مئوية لها كسر اعتيادي مكافئ لها تمام والرمز في المئة هذا يعني أن المقام مئة ولكن بعد التبسيط تختلف الكسر وهناك بعض النسبة المشهورة والكسورة مكافئة لها وأخذناها في الجدول ومع التكرار يصبح هذا الجدول محفوظ بشكل جيد وخصوصا إذا اتبعنا الجدول بشكل رأسي يعني بالعاموت يسهل علينا حفظه طيب بعد ما نوجد الكسر الاعتياد المكافئة وش نسوي عشان نحسل بالنسبة نضرب الكسر الاعتيادي في العدد ونوجد الناتج هذا ما كان لدينا في درس اليوم نراكم بإذن الله تعالى في دروس قادمة نتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته